فيما يغشان من هذه العشر الأواخر ويمر بنا من نفحات وهبات وبركات عظيمات أودعها الباري سبحانه وتعالى في جوف هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان فإنها حقيقة زينة الشهر وعصارته هي أريج رمضان الفواح وقلبه النابض الذي يمتلئ خيرا وبركة وقد أودع الله سبحانه وتعالى بينها ليلة القدر التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر قال السلف العمل فيها خير من العمل في ألف شهر من أجل ذلك كان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي نقتدي به ونتأسى به وننصبه لنا قدوة نقف خلفها ونسير في إثرها أنه كان يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر ولا في غيرها من أيام العام كان عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة فإحياء الليل كله بالقيام من بعد صلاة العشاء حتى الفجر في هذه الليالي العشر سنة نبوية كما تحكيها أمنا عائشة رضي الله عنها وهو أيضا يجتمل على معنى الاجتهاد في قيام الليل والاشتغال بقراءة القرآن فإنه ما عمرت ليالي هذا الشهر المباركات وعشرها الأواخر على وجه الخصوص بشيء مثل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاته والتلذذ بالسجود بين يديه والبكاء والانطراح والدعاء وأن يكون قوام هذا القيام قراءة لكتاب ربنا وتدبرا في معانيه وعيشا مع آياته وسوره العظام هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الفعلي عضده أيضا هدي قولي بقوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وبقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كل ذلك مجموعه يقودنا إلى أن نكون أيها المباركون فيما بقي من أيام شهرنا أشد حرصا مما مضى فأحدنا فيما سبق من أول الشهر حتى هذه الساعة إما محسن مجتهد أو مقصر مفرط فأما الأول المجتهد الحريص المحسن الذي قد ملأ أيام شهره من أوله طاعة وعبادة واجتهاد وقربه فهو والله أولى وأحرى أن يختم شهره بمزيد من الاجتهاد وأن يكون له في هذا الختام مزيد عناية فإنما الأعمال بالخواتيم ومن اجتهد فهو أحرى أن يكون سابقا إن الخيل إذا قاربت الوصول جدت في المسير فجد رحمكم الله وإن كان الآخر مقصرا أو مفرطا قد ضاعت منه ساعات في غفلة أو في عدم اجتهاد فيما ينبغي أن يكون عليه من أول الشهر فهو آكد أن يكون في أيامه الباقيات أشد حرصا وانتباها فربما أدرك المتأخر ما لم ينله المتقدم والتوفيق بيد الله ورحمة الله واسعة والله يختص بفضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم